سؤال بسأله بقالي سنتين وده ربنا يعني يكرمنا ويجعل كلامنا خفيف احنا ليه عندنا الاعداد ما بتزيدش شمعنا العالم كله الاعداد فيه بتزيد وفي مصر الاعداد لا تزيد لو عايز اجابة طبعا علمية ما اتقدرش تقول ان فيه اجابة علمية على اللي انت بتقوله ده ولكن يعني فيه جزء كبير منه احنا رصدينه على المستوى الرسمي وفيه على المستوى الرسمي على المستوى الرسمي احنا عندنا الاعداد الحمد لله يعني منضبطة جدا انا بكلمك على الاعداد اللي هي بتخش مستشفيات او اللي بتلجأ الى المعامل المركزية او المعامل المرجعية لوزارة التعليم العالية او وزارة الصحة عشان او حتى على مستوى القطاع الخاص اللي هي بتبقى عايزة تطمئنة او شكة الحاليا الاعداد اللي موجودة في البيوت اكتر من الموجودة في المستشفيات يعني اذا احنا ما بنقولش ان ما فيش اعداد بالعكس احنا في اعداد والاعداد الفترة اللي فاتت دي كانت في ازدياد لكن الحمد لله كلها اعداد من الحالات اللي هي مسيطرة عليها داخل البيوت ولا تحتاج الى العنايات او لا تحتاج الى الدخول الى المستشفيات وده بالارقام الحقيقة يعني احنا من خلال متابعتنا على المستشفيات الجمهورية بالكامل احنا بنتكلم على 10% من الاسر العادية مجهولة بنتكلم على 43% على رعاية مركزة مجهولة بنتكلم على 27% من اجهزة التنفذ الصناعي مجهولة وده معناه ان احنا في الحدود الامنة لما نتكلم على القطاع الصحي على مستوى الجمهورية وقدرته على التعامل مع المتغير سواء اوميكرون او دلتا او اي شيء لكن هل ده معناه ان ما فيش حالات احنا بنسمع عنها حتى على مستوى العائلي او المستوى الاجتماعي لا بنسمع عن حالات لكن كلها بتبقى قليلة او متوسطة الى ضعيفة وتبقى مستطرة عليها عن طريق الادوية في البيت بشكل كويس جدا